كلمة عن قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن حيال برعي حفظه الله كان في ليلة الأول من شهر رمضان لعام واحد وأربعين وأربعمائة والف الهجرة وإليكم المادة المذكورة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنسأل الله جل وعلا أن يقسم لنا في هذا شهر المبارك من الأعمال الصالحة ومن قبولها ما قسم لعباده الصالحين الأبرار الأتقية ونسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم نقف مع آية من كتاب الله مما سمعنا في هذه الليلة المباركة يقول الله جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله عز وجل قص لنا من أخبار اليهود في هذه السورة شيئاً كثيراً والمراد المراد من ذلك أن الله يريد أن يبين لنا سوء حالهم وأن لا نكون مثلهم وأن لا نفعل بأفعالهم نعم فاليهود والنصارى مذمومون يقول الله جل وعلا بشأنهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البنية شر ما برأ الله شر ما خلق الله تصور في ذهنك أي مخلوق حمار كالخنزير أي هؤلاء شر ما برأ الله أولئك هم شر البنية نعم ليس بيهود النصارى فقط بل جعل الله عز وجل علماءهم بهذه السورة فقال جل وعلا مثل الذين حملوا التبراء ثم لم يحملوها كمثل الحمار علماءهم الذين لم يعملوا بعلمهم جعلهم الله بهذه السورة كمثل الحمار يحملوا أسفاراً حمار محمل كتباً الأسفار الكتب يعني ما نفعهم الله عز وجل بعلمه ننظر في هذه الآية العظيمة وهذا الشيء الذي أخبرنا الله عليه من نبأ بني إسرائيل من اليهود والنصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب ما لهم أنتم تقرؤون التوراة والإنجيل وأنتم تقرؤون التوراة والإنجيل لماذا كل واحد يطعن في الآخر بهذا الطعن الكبير ولهذا قال وهم يتنون الكتاب موسى وعيسى على منهج واحد وعلى دين واحد وأنتم أتبع موسى وعيسى وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد الدين الحق فليدخل في اليهودية أو النصرانية ذاك الحق الذي هو موجود ذاك الحق أنا ذاك الذي هو موجود من أراد الدين الحق دخل في اليهودية أو النصرانية وإذا صدق فيما هو عليه فهم وفقحا لورقة بن نوفل الذي سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق وهو من علماء اليهود والنصارى كان يكتب من الإنجيل بالعربية أو نعم ما شاء كان على دين حق ولهذا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا والله النموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك قال ومخرجيهم قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا فمات يعني قريبا يعني مات عمر طويلة رضي الله عنه المقصود أن الله عز وجل يقول لهم لماذا تقولون هذا الكلام لبعضكم في بعض وأنتم تتلون الكتاب يعني قل عندهم أخطاء عندهم زلات أما ليسوا على شيء وهم عندهم الإنجيل أصحاب الإنجيل يقول اليهود ليسوا على شيء وهم عندهم للتوراة كيف ليسوا على شيء هذا إجحاف إجحاف أنك تطيح به إلى الأساس أنه ليس على شيء على باطل من رأسه إلى رجله في جميع أقواله وأفعاله ومعتقداته ومنهجه ماه عليه باطل ليس على شيء والإنجيل والرأحده وهو يعمل بالإنجيل ويقال لأولاية التوراة موجودة بينهم وهم أعملهم من التوراة كيف تقول ليسوا على شيء وانتبه أن الكلام على ما قابل بعثة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لهم لستم من موسى ولا من عيسى ما دمتم لم تتابعوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الله عز وجل قال لهم بعد ذلك كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يقول المشركون هكذا كل قبيلة تجعل الأخرى لا تساوي بصرة كل قبيلة تنتقد الأخرى نعم كيف قبيلة أخرى قالوا لا شيء نحن الرجال نحن والقبيلة أخرى قالوا لا شيء نحن الرجال نحن وتسأل الثاني قالوا نحن الرجال ما هم يقول لهم الله عز وجل هذا شأن الجهال من المشركين ما هو أنتم الذي عندكم علم أنتم عندكم الكتاب ومع ذلكم سلكتم مسلك الجاهلين سلكتم مسلك الجاهلين وأنتم على علم فلهذا الذي عنده علم يربأ بنفسه عن أخلاق الجاهلين فانظر إلى التنبيه من رب العالمين كذلك قال الذين لا يعلمون مثل كله فيقول لهم حين اتبعتم الهوى وطعن بعضكم في بعض بمجرد الهوى سرتم مثل جهلة المشركين عبدات الأصنام سرتم مثلهم حشبتم أنفسكم في المنهج الباطل الذي عليه أهل الجاهل وكان اللائق بكم وأنتم أهل علم أن لا تكونوا كذلك كان اللائق بكم وأنتم أهل علم أن لا تكونوا كذلك فلهذا أنت طالب علم طعيف مبتدر قوي وصلت إلى مرتبة في العلم كبيرة لا تتشبه بالجاهلين في أقوالهم ولا في أخلاقهم ولا في معاملاتهم لا في التعصبات القبلية ولا في التساهل في المطاعم والمشارب من حلال أو من حرام ولا في الأخلاق ولا في قطيعة الرحم ولا في عقوق الوالدين ولا تقتص ممن أساء إليه بالإساءة لا تظلم وهكذا تكون نموذجاً في المجتمع من أحسن النماذج مثالاً في الأخلاق ما تكون مثل الجاهلين ما تكون مثل الجاهلين وللأسف أن فئان من هذه الأمة سلكت هذا المسلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّمِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُهُ بيت الضب صغير أكبر بيت للضب لو حاولت تدخل فيه تجلس فيه أو كذا ستجد مشقة وصعوبة وأنت تدخل نفسك فيه نصما من فائدة أنك تحشر نفسك في بيت الله؟ لا فائدة فيقول معنى هذا الحديث ستأخذون بسنن من كان قبلكم وسيوجد فيكم من يتحمل المشقة لمتابعة اليهود والنصارى في الأمور التافية أن دخل بيت الله مشقة وقضية ما لا حاجة تافية فستتابعونهم وتتحملون المشاق من أجل أمور تافية المهم وجد في هذه الأمة من هم على نفس الطريقة التي صار عليها اليهود وصار لستم على شيء لستم على شيء نعم فتجد البدع في وسط الأمة المتقابلة كل واحدة تقول للأخرى لستم على شيء المعطلة يقولون للمجسمة لستم على شيء المجسمة يقولون للمعطلة لستم على شيء الجبرية يقولون للقدرية لستم على شيء القدرية يقولون للجبرية لستم على شيء المرجعة يقولون للخوارج لستم على شيء الخوارج يقولون للمرجعة لستم على شيء النواصب يقول للرافضة لسهم على شيء وهكذا أي بدعة تقابلها بدعة كل واحدة تتهم الأخرى بأنها على باطل في جميع عمرها وكل واحدة تأخذ بجانب من الأذلة وتدرك الجانب الآخر وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب عندكم قرآن وعندكم سنة عندكم قرآن وعندكم سنة انظروا ماذا فيها وارجعوا إليها لهذا الذي على سنة ومنهج سلفي لا يكون من هذا القبيل ولا يتبع الهوى لا يتبع الهوى انتبه بارك الله فيك عندما أكون أنا وأنت على دعوة واحدة ثم اختلفنا وأصبحت أنت في جانب وأنا في جانب خيراً لست راضياً عني ولا أنا راضياً عنه تعال ننظر عندما قلنا على منهج واحد ودعوة واحدة وفق ومتحابين أمامنا فئام من أهل البدع والحزبيات والجمعيات وغير ذلك حكمنا عليها واحد أنا وأنت حكمنا عليها واحد لأن منهجي ومنهجك واحد اختلفت أنا وأنت استمر حكمنا على تلك الطوائف المبتدعة كما هم ما تغير إن سألني سائل عن الطائفة الهولانية أجيب بالجواب الأول وإن سألك أجبت بالجواب الأول ينتقل إلى الطائفة الثانية يسألني عنها أجيب بنفس الجواب الأول وأنت تسأل تجيب بنفس الجواب الأول أحكامنا على أهل البدع ما تغيرت ومع ذلك أنا أطعن فيك وأنت تطعن فيك معناها أن هناك هوى ما هناك شيء جديد هناك هوى هناك هوى موجود في إحدى الطائفتين هذا تقريب للذن وبعد ذلك انظر بعد ذلك يعني الله يحكم بينهم يوم القيامتي فيما كانوا في أخيرهم إذنها تمام الآية لكن هذا يوضح لك شيئاً مما يحدث في المجتمع شيئاً مما يحدث في المجتمع إذا اختلف فريقان ووجدت أن منهجهما باق على ما كان في الحكم على المخالفين ومع ذلك فيما بينهم الواحد يقول الثاني أنت على باطل معناه أن هناك هوى عند الإثنين أو عند أحدهما وسيدخل عليهم ما تضمنت هذه الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب عندكم ننقلها إلينا عندكم الكتاب والسنة ومع ذلك تشبهتم بالجاهلين الذين يحكمون بالهوى فأنت يا صاحب السنة يا من أنت على الكتاب والسنة كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الله كما قال نبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فالمقصود أن الله عز وجل قص لنا هذا الأمر من قصص اليهود والنصارى ليخبرنا ويكشف لنا صفحة سوداء من صحائفهم ويحذرنا من أن نكون مثلهم أو أن نسلك مسلكهم يقول السائل بعض الناس ينكر تسمية رمضان برمضان كريم يعني يوصف وصف رمضان بأنه كريم على أن كريم من صفات الله جل وعلا لا ما فيها شك نحن نقول زوج يعني رجل كريم لكن قد يقول ما هو الكرم الذي يوصف به رمضان قد وصف الله قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم العرش بأنه كريم في حديث دعاء الكرم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماة رب العرض ورب العرش الكريم فوصف العرش بأنه كريم وأنه عظيم ويصلح أن يكون كلمة عظيم وكريم وصفا لله عز وجل وأن يكون وصفا للعرش فالمراد ما وضع الله عز وجل في هذا الشهر من كرمه وفضله وإحسانه نعم يقول الله عز وجل مثل يعني ولو بعيد قليلا فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول هؤلاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاقن هسابي فهو في عيشة راضية كيف عيشة راضية يعني من شدة ما فيها من الخير وما الرجل راض بما هو عليه نسب الرضا إليها وكأنها هي قد أصبحت راضية مع أنه هو الذي هو راض هو الذي هو راض فوصف الله العيشة بالرضا وهذا شبيه بهذا فأصبح ما يجعله الله عز وجل من الفضل والكرم والخير والرحمة في هذا الشهر من هذا القبيل قال هل يشرع قراءة دعاء لاستفتاح في بداية كل ركعتين من صلاة القيام لا مانع لا مانع عن ذلك وإن تركه فلا شيء عليه لكن بالنسبة لأول الصلاة هناك دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في قيام الليل في دعاء لسفتاح اللهم ربه سماوة الأرض عالم الغيب والشهادة اللهم ربه جبرايل وميكاين فاطرة سماوة الأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صلاة المستقيم فهذا في بداية القيام قال ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل يستفتح بركعتين خديثتين فهل قراءة ورقة من القرآن في أول ركعتين من صلاة الليل هل هذا يعتبر من التخفيف إذا جعلنا الخفة نسبية فينمر كم ستقرأ في الركعات الأخرى إذا كنت ستقرأ بأربع وخمس صفحات يعني فنعم أما إذا كان فارق النصف ففي النفس شيء على كل حال قد ورد هذا بحيث يصبح صلاة الليل ثلاثة عشر وكعة ورد في حديث عائشة وفي حديث من عباس حديث عائشة أنه كان يفتتح بركعتين خمهبتين ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يؤثر بثلاثة وحديث من عباس عندما بات عند خالته ميمونة فنام في عرض المسادة فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في قول المسادة ونامه في عرضها فقام النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الليل فتوضأ وقام يصلي فقام بن عباس فتوضأ وقام بجواله يصلي قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة ولم يذكر تخفيفاً في أولها لكن المهم أنها سارت صارت صلاته ثلاثة عشر ركعة إلهنا بارك الله فيكم